يوم البيت علينا ساعتين لو اكثر وصلوا خالات خالاتي تعبانة خالتي تعبانة وحالتها حالة نومها بالغرفة ردت احجي حرف ما اريد صعد الغرفة نزل بيدو ثلاث تليفونات ولاب توب قد قاعد بغرفة خالتي وخالتي اتون دخلت يامو دحك حالتي شبيش شبيه قاعد يرتاحي شنو هالبرود صدقته شي اشتردين هالسوين ها اخذها اخوي للمستشفى ايدها مكسورة ما اعرف شنو متريد تحشي اللي صار هاي يعني طلعت ويا اخوش هالشي شنو هالميانة منها وجاي خلي الشدلي قرن فتح اللاتوب كل شي ما راححشي خلي ترجح ويصير خير برودك رمح برودك شتريد تسوي بعد هجمت البيت علينا غير تفهمني بلا فاهم خطأ بلا السالفة مو هيش وثانيا شنو شبيه اخوي رجال من الزوج اخذها لان ما عدنا احد ولا ابنية انفرفها لا عيني براحتكم انا غلطان تجيوا الله كريم رمح لتلحين عندي شغل لو تقعدين بلا حشي زايد لو تطلعين فتت وقعدت على الكرسي رمح اتصل هذا الرقام فتحت بيك وحطت تليفون على صفحة رفع اللاتوب وحط جواء مخده وجاوبوا هالعم حنين بالمستشفى طاحت من الدرج روح لها شنو شلون هاي وين شمدريني روح لها ما فارقانا شبيك عمي شنو انت وين يا مستشفى دحك بيا خابري اخوك وانا صرفنا عليه يما موتني هسا رفعت الجهاز اتصال جاربني فتحت سبيكر وقال مستشفى بس شنو الدكتور يقول هاي ضربين هش صاير رمح دار وجهه وكمل ويا ضرقام مستشفى وسد الخط البرود وقعد يكمل بالتليفونات واللابتوب تليفون حنين وتليفوني وتليفون اسود ثاني وجهازه اضحك كتابات اسود بالانجليزي شوية وطلع تحميل رمح ما جاربني وقف دب القميص شمرة بالقاع وطلع طلعت وراه ثات الحمام حاط راسه جوه المخسله وطلع يمسح بوجهه طلع باكيت الجغار وسحب الجغارتين سحب نفس ورفع راسه وذب دخان لي فور رمح جاربني طلع وقف بباب المطبخ يدحك عيون ودم حمر قضبته من ايده رمح حبيبي هلي احكي لي شا حكي شبيها حنين شبيها شنو شبيها ليش هتشي ضربتها وكسرتها وهجمت البيت علينا ماكو هتشي حبيت اشاقيها روحي قاعدي ارتاحي تعبتي رمح لا تسوي هتش جاربني شنو سويت وش صار بيك ليش هتشي تخبلت الدلالة الزايد ينزل الراس دللتها دلالة منتها كل ابنية بس لو ام عاملها بالنعال ما ام خليها تشوف عتبة الباب شان جاربت عدل بس انا اليك انا ليش شنو سويت اتأكد ويصير خير تستاهل هتشي تضربها ليش ما قاعدت حتشيتوياها بهدوء وتتفهم ليش تعصب ليش تضرب التفت علي الخزرني وحشب نتر بس اقعد اشرب وياها استيكان شاي واقلها يحشي ليش سويت لك وشلون بيك صاحبي استغفر الله زياد فهمني السالفة ما اجرب ليذب بالججارة داس عليها وفاتل الغرفة قاعد يكتب تواريخ وضر اصور محالثات رحت دا اشوف صاحبي اتقدرين جيبيني سماعات ايهس رحت صعدت جبتهم بس بين ما نزلت سماع الصوت درغان بالاستارة عدلت حجار ونزلت السلام عليكم هلا مرت العم قواة شالله همس الصاير اشارت له بمعنه ما ادري فات الغرفة مدية راسي شفت حنين قاعدة ها حنون دحكت بيه نزلت درغاتها واندارت ورجع فات الغرفة شنوش صار ليش الوجوه مغلوبة وعمش بيه الحجيش بيه سكتت انا ما حجيت شي خفت اتشفص لي بحجاية ورمح يموتني عاد قتله ما ادري دحك الحنين وحجب هدوء بعد رواحتي دحك الحنين وحجب هدوء بعد رواحتي خومات اذيتي هزت راسي بمعنى لا وقفوا عظ بشفتو الجو بقلق وبعينو الف سؤال ويهز بسبحتو والله السالفة تحير بس قولي اش صار اشلون طاحت هالطايحة غير تنتبهين خلاها براحته دبقاهم دقومي اشيليش اصاعدي فوق ارتاحي ليش هالشعر او بوجهش شنو سالفتكم اش بيكم دحكت بيه دحك بيه ووجهه بيشعر بيشعر مسع وجهه وولكم غير تحجون خلي افتيهم رحمة الله على موتاكم شقيت وقلقي فات رمح صعدها فوق صعديها فوق ما اريد اشوف حتى ضلها الخوش وتعال ضرقام فات ويال الغرفة وانا اخرت حنين وصارت جبت مكناسة كنست الغرفة وانا عيوني عليها غطيتها قاعدتي حنون احشيلي رفعت عيونها عليها حبيته دين لقت ذكرت كلامه بصديق اخوش صعب وحيل يولو سكتت سكتت وسكت وسكتت انا هماتيا شحشي ماء درحيرة واحتاريت رجعت مساحة وجهي زين بس قولي حتشيتو شي موزين يعني كلام اباحي لا متأكدة ايه بعد يعني وين واصلين بالحلشي اريد انا رفعت الغطة وغطت راسها ذبيت نفس ابقها ونزلت جوه قضبت بطني شوية شوية بدأ الوجع يزيد نزلت شفت الضرقان طالع ورمح مو بالغرفة دحكت اللابتوب بعدو ليحملو مفتوحة الاجهزة دحكت بيوم هماتيا بي تحميل ما عرف كتابات من انجليزي طلعت من الغرفة وانا صفحتي ترجعني والالم متفاوت ساعة قوية وما تخليني امشي وساعة تنحمل فتت للمطبخ دحكتو واقف بباب المطبخ يدخن وجقايا وبصفو رمح ما جاوبني لزمتو من ايدو دحك بي فتوه باوع علي عيونو بعيوني ذبن اخر نفس بالجقارة وسحقها بلقاء اشبيك حبيبي حتشيني مد ايدو شفتي محتاجها ما احسو غير باسني بوس قوية قطعت قطعت نفسي بيها ابتعد عيونو البيض صاير احمر دنك راسو قال نزلت راسي بس صورها بالفستان اللي بعرسني كلها يمحسن محادثات ومكانمات بينهم وحسن منو حسن صاحبي صاحبي ريام دنك راسي زين المحادثات شنو بيهم يعني نحن هماتين شنو مرتبتين احبتش انا وخطبتش الف مرة انا ارجع من الالتحاق مهدود حيليو ما على لساني غير روح لك روحوا خطبوها لا تروح من ايدي انام شوية وارجع اخطبتش غلطت وياك احلى غلطة بحياتي وما ندمان عليها ابن حبيتش واخدتش بتعب وانا التعبان وتعبلتش ما حبيت اخدت صاحبي حسن صاحبي انا وياه مو بس ولد خالة انا وياه من الصغر فش قد تصير مشاكل بين الاهل بس باقي وياي حتى الدراسة ندرس سوى سفراتنا كلها سوى وتالي وانا قاعد بصفره هو يحاجي اختي هو ما خطبوها خطبها وقلت له بس ارجع من الدوام وصارت اسوالة في داعش والمهمات والواجبات تأخرت هاي كله وهو يحجي وياها يعني اذا اخطبها يعني هاي يا اخطب له بس هو تقدم لها يعني اذا اجد تقدم لها وهو حاجي وياها سامحة يعني خلاص ها هي هي خطبها لازم انسى السوابية يقعد وياي ويباوع بوجه هو يقدرني وهو يحاجي اختي نارب صادر يتصير ومن اتخيل انا قابل بس نظرة ما اريد منه رمح هي غلطت وكنا نغلط يعني احنا هم مو مثل احد انا حبي اليج مو مثل احد وين هسه حسن قل لي لي وينه فرك عيونه وكح سعبت نفس لو اخوتش لزمج تحاجيني بشانه ومحمد ثاني ما تبقين محمد ثانية ما تبقين بدون ذمتي هسه جاي احاول افتح جهازه واشوف لزم بطني ودنك شهم شمره قبتي اخذ قوة كذبه جلدي بستوب خده اهدئ وكل شي ينحل بس لتظلمها راد يطلع اجا صوت حنين بابا بوعلها بسرعة وخزرها طلعي بابا رمح عفية هجم عليها لزمته جاي اقلتش طلعي بابا دفعني وصرخت من الوجع نزل ماي مني رمح الطفل صحت من الوجع حاسية مطني تقطعت وشي يضغط ابداغ لي ماعد اتحمل الوجع رمح تخبله ما اعرف انش نسوي ما مجهز ايش ولا اعرف شنو داي يصير بيه وشنو اتصرف كم تقبتي اريد امي رمح يروح منا ويجي منا خبلني شبيتش دحشي متى اتحمل رمح شا سوي لزمني من ايدي يريد يشيني دفعته شيل صيح انخاله اريدك عن ما بيه ولا بيه اوقف ظهري انشلك والوجع يزيد اكثر قمت اضغط على بطني وحاسب حابسه نفسي صيح الامي الخالطي رمح حموت رمحها اي اي حني الخابر اهلي وهي تصيح وياي لزمه التليفون خالطي وخابرة اهلي ما عرف شش حشت فاتت خالطي ورمح وياها يركض خايف وما نعرف شي سيرو خالطي قوة تمشي رمح يصيح الخالطي حتجي يشيلج وهي تقلو شيل شي تشيلو لك حي رمفتك وتصيح وين هي رجعت رجعت صرخة متة من الوجع ما تحمل